موسيقى النشار الرياضية من الميادين السلام عليكم الهولندي روت كرول الأقرب لاستلام دفة تدريب المنتخب التونسي بعد موافقة ناديه السفاقسي على المهمة لطفي عبد الناظر رئيس السفاقسي أعلن وضع كرول بتصرف المنتخب لكون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار بحسب تأكيده إنجازة الهولندي وضعته على لائحة المرشحين لقيادة نصور قرطاج بمواجهة الكاميرون في المرحلة النهائية من تصفية أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم سبق له أن قاد السفاقسي إلى الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي وعبر به إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي هذا الموسم السباق نحو لشبون ينطلق بطموحات متفاوتة الفرق الكبير والثارية تأمل التتويجة وإزاحة باير مينيخ عن العرش الأوروبي والفريق البافاري يأمل أن يصبح أول فريق يحافظ على لقب دوري الأبطال منذ ربح قرن فعالية دور أبطال أوروبا تعود على وقع ملايين النواد الثارية إنفاق وبذخ كبيرين قامت بها الأنديات الكبيرة وأخرى اكتفت بما لديها وتتسلح بالروح القتالية الفنية وغيرها لكسب الرهان باير مينيخ بإدارته الفنية الجديدة يسعى إلى الحفاظ على اللقب بقيادة الإسباني جاساب كوارديولا فريق البافاري دعم صفوفه ببعض العناصر المهمة وحافظ على نجومه المتواجين بلقب الموسم الماضي وأبرزهم لجناحان فرانك ريبيري وأرين روبين أفسي هوليوود يستضيف سيسكا موسكو في أولى مواجهاته القارية الفريق الشرقي يبدو سهلا على الورق لكنه يمتلك أسلحة فتاكة كالبرازيلي في المجموعة الرابعة ذاتها يأمل منشستر سيتي تضميد جراحه المحلية عندما يحل ضيفا على فيكتوريا بلزين تشيكي الأنظار ستتجه إلى مسرح الأحلام أولد ترافرد منشستر يونيتد يستقبل باير لفيركوزن الألماني في المجموعة الأولى بطل إنجلترا يتطلع لتصطير بداية قوية على الصعيد القري مع مدربه الجديد ديفيد مويز الأخير يستعيد جهود الفتى الذهبي وينروني إضافة إلى اكتمال صفوفه بوجود البلجيكي ماروان في العيني لكن الفريق الألماني ليس لقمة سائغة بوجود المدرب الفنلندي سامي هيبيا الذي يطمح لتأكيد قوة الكرة الألمانية في أوروبا ويلعب ريال سوسيداد الإسباني مع ضيفه شاختار دانياتسك الأوكراني في الثانية يستهل ريال مدريد الإسباني مشواره بلقاء مضيفه جالة السراي التركي النادي الملكي يمر بمعنويات مرتفعة فنجمه البرتغالي كريستانو رونالدو مدد عقده والوافد الجديد الويلزي جاريث بيلت أقلم بسرعة مع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أما يوفنتوس الإيطالي ومدربه أنتونيو كونتي فيحلان ضيفين على أفسي كوبنهاجن داني ماركي المجهول باريسان جرمال فرنسي سيكون في رحلة صعبة إلى العاصمة اليونانية حيث ينتظره أولمبياكوس أما بنفك البرتغالي فيواجه ضيفه أندر لخت البلجيكي في المجموعة الثالثة موقف ضبابي للفرنسي ميشيل بلاتيني حول ترشح لرئاسة الفيفا في الدورة المقبلة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يحسم أمره بعد بشأن الترشح لخوض معركة خلافة السويسري سيب لاتير من عدمه بلاتيني منح نفسه مهلة حتى مونديال لبريزيل كشف أنه سيتخذ قراره خلال البطولة أو بعدها نافيا الخروج بجواب أكيد قبل هذا الاستحقاق ضحض لقاء ريال مدريد أمام فيا ريال شائعات صراع غارث بيل وكريسيان رونالدو الجناح لويزي أراحته مشاركة الدون في خط هجوم الملكي فقرر مجاورته في منزله صحفة دايلي ميرر كشفت نية بيل شراء منزل مسعود أوزال الملاصق لمنزل صاروخ ماديرا اللعب السابق لتوتنام أبدأ استعداده لدفع مليون يورو مقابل الحصول على منزل النجم الجديد لأرسنال تونس في رحلة البحث عن مدرب جديد ومصر تحلم بالمشاركة في كأس العالم وأوروبيا يسرد كارلو أنشيلوت وقاع مغادرته باريسان جرمان لأول مرة هذه الأخبار أخذت حيزا مهما على أغلفة الصحافة أبرز العنوين صاردها مع مايك شلهو شكرا وأهلا بكم في أبرز عنوين الصحافة العربية والدولية البداية مع الجمهورية المصرية فقد عنوانات ارتياح وتفاؤل مصري بمواجهة غانا الصحيفة نقلت عن رئيس الاتحاد المصري جمال علام أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة لكي تستضيف مصر مباراة الإياب بالرغم من الأوضاع الأمنية دخول الجمهير سيكون من أولوياته على أن تكون المواجهة في القاهرة أو الإسكندرية بالانتقال إلى تونس وتحديدا مع صحيفة الشروك حسن شحاتا يقترب من قيادة منتخب تونس الصحيفة التونسية كشفت أن الاتحاد المحلي اقترب من التعاقد مع المدرب المصري لقيادة منتخب نصوري كارتاج أول حديث للمدرب كارلو أنشلوتي لوسيلة فرنسية بعد مغادرته نادي بارين سانجرما كانت مع الكيب فوضعت على غلافها كلام أنشلوتي لم أشعر بالثقة الإيطالي كشف أنه فكر جديا في مغادرة سانجرما حين خسر أمام ران في الثاني من أذار مارس الماضي لكنه أكد أنه لم يفكر يوم ذاك بالتوقيع مع ريال مدريد بالانتقال إلى إنجاترا وتحديدا مع صحيفة ديلي تيليغراف فقد عنوانات مدرب منشستر سيتي منويل بيليجريني يحاول إضاءة الجو في افتتاح دوري أبطال أوروبا بيليجريني احتفل في عيده الستين وقال من غير المقبول خروج سيتي من دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي ومشاركة فينسنت كومباني غير مضمونة وهي رهن بجاهزيته وإخيرا إلى الصحافة الإسبانية مع صحيفة أس المدريدية فقد كتبت عن ميسي أنه طلب رفع راتبه السنوي أسوة بما حصل مع كريستيانو رونالدو في ريال مدريد إذن هذه هي جولتنا على الصحافة العربية والدولية والآن عودة إلى متابعة النشرة لم يمر لقاوس وانزي سيتي وليفربول مرور الكرام على جونجو تشيلفي الصحافة الإنجليزية قلبت سحر اللاعب الإنجليزي عليه وتناولت الأحداث الصاخبة للمباراة على طريقتها الخاصة مشاعر تشيلفي تاهت بين الحاني لفريقه القديم وإظهار الولاء لناديه الحالي سجل هدفا للفريق اللويزي وصنع آخر وتكفل بإهداء زملائه القدامة هدفين على طبق من فضة ديلي ميرر كتبت تعادل إيجابي بين تشيلفي سيتي وتشيلفي بول الشاب الإنجليزي نجم المباراة بامتياز الصحيفة الإنجليزية منحت تشيلفي جائزة أفضل وأسوأ لعب في أن معا وأكدت صوابية قرار المدرب رينجين روجرز في التخلي عنها راديو وتلفزيون العرب قد يعود إلى الساحة الإعلامية والرياضية تحديدا وربما باسم جديد خبر نهز الأوساط العربية وفتح المجال للكثير من التأويلات والتكهنات تفاصيل أوفا في التقرير التالي متابعة مباريات كرة القدم العالمية تحول إلى معاناة للكثير من المواطنين العرب ولسيما محدود الدخل التشفير أثقل كاهلهم ببدلات الاشتراك الارت رفعت السعر وبات لزاما على من يريد متبعة المونديال أن يقتني بطاقة لقنوات الشبكة المملوكة لرجل الأعمال السعودي صالح كامل تدفق الأموال القطرية دفع الملياردير السعودي إلى بيع الشبكة مقابل صفقة قياسية في تاريخ الإعلام العربي خفضت الجزيرة الرياضية الأسعار إلى ثلث تقريبا لكنها احتكرت معظم الأحداث في الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم تفيد التقرير الصحفية أن الشيخ صالح كامل ينوي إنشاء باقة رياضية سعودية جديدة ويستعد للإعلان عن شراكة مع رجال أعمال سعوديين ويقال إن كامل أقنع هؤلاء المتمولين بإيجابيات الفكرة فغياب باقة متكاملة لها قدرة على منافسة أقوى الباقة العربية شجع العديد من الشخصيات على تمني المشروع يرون أن هذا النوع من الاستثمارات يسمح بتحقيق عائدات ضخمة ثم تتأكيدات على أن الشبكة الجديدة ستدعم بأحدث التقنيات مع كادر بشري متميز وذلك كخطوة أساسية لنجاح الفكرة التسريبات أشارت إلى أن أولى الخطوات ستكون شراء حقوق الدوري السعودي ثم تجهيز رأس مال ضخم لاستعادة حقوق بث الدوريات الأوروبية والدخول في منافسة رسمية يكون المال الحلقة الأهم فيها متتبعون في الشارع السعودي شككوا بنجاح المخطط الجديد ولسيما أن إمبراطورية الجزيرة الرياضية مدعومة من طرف الحكومة القطرية وهي مستعدة لتقديم أي قيمة مالية لقاء البقاء على رأس الساحة الإعلامية العربية بعد كرة القدم والدراجات الهوائية وألعاب القوى أفت طاعات المناشطة تضرب عالم التنس عن طريق الخطأ الاتحاد الدولي للعبة أعلن إيقاف اللاعب مارين سيليتش لتسعة أشهر بعد ثبوت تناوله مادة نيكي تاميد خلال دورة ميونيخ الاتحاد أكد أن العملاق الكروتي لم يهدف إلى تحسين مستواه تنشط من دون انتباه بعد تناوله كابسولات كرامين السكر المصنف الرابع والعشرون عالميا اعترف بخطائه ما أدى إلى تخفيف العقوبة أكد أنه اشترى كابسولات السكر من صيدلية في فرنسا من دون علمه احتواءها مواد منشطة سيليتش سيتوقف عن أي نشاط حتى الأول من شباط فبراير من العام المقبل وفي السياق نفسه مدى الحياة تم إيقاف العداء البلغارية تزدها نايموفا بسبب تناولها المنشطات الاتحاد البلغاري لألعاب القوى طالب نايموفا بإعادة ذهبية بوتولة أوروبا نايموفا أوقفت سابقا بنفس التهم بين عامي 2008 و2010 وبحسب القوانين يتم إيقاف أي رياضي مدى الحياة في حال تعطيل المنشطات مرتين الفرنسي بنجامين جيروا يفوز بالمرحلة الثانية من طواف الصين للدرجة الهوائية مسافة المرحلة امتدت إلى 200 كم وكيلومتر سائق فريق بوم مارسيه تفوق على تشيكي ألويس كانكوفسكي والماليزي أنور مانان جيروا اعتلى صدارة الترتيب العام متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن جيري هوكمان الفائز بالمرحلة الأولى المرحلة الثالثة من طواف الصين ستقام اليوم وستمتد لمسافة 151 كم لمزيد من أخبارنا الرياضية زوروا موقعنا الميادين دوت نت شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة